مع تصاعد القصف المتبادل عبر الحدود قتل قصف إسرائيلي على جنوب لبنان اثنين وصاب ثلاثة آخرين وفق ما أفادت به هيئة الدفاع المدني اللبناني وتركز القصف الإسرائيلي على منطقة بين بلدتين مثل جبل وشقرة في الجنوب ويعد هذا القصف هو الأول لإسرائيل على لبنان والذي يسقط ضحايا منه الهجوم الصاروخي الذي وقع على مرتفعة الجلان وعلى وقع توترات الحدودية الملتهبة بين لبنان وإسرائيل كلف الكابنة الإسرائيلي رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ووزير الدفاع وفقالانتا باتخاذ قرار بشأن الرد على حزب الله عقب حديثة مجل الشمس وفي الأثناء قال مسؤول إسرائيلي إن تل أبيب تريد إيذاء حزب الله ولكنها لا تسعى إلى حرب إقليمية شاملة وأشار إلى أن إسرائيل في حالة تاهب استعدادا لاحتمال اندلاع قتال لعدة أيام بعد الهجوم الذي استعدف مرتفعة الجلان ووسط هذا أفدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن وزير الدفاع وفقالانتا ناقش مع القيادة الشمالية خطط الرد على حادثة مجل الشمس في مرتفعات الجلان وأصدر قالانت تعليماته للجيش بشأن الاستعداد لأي تطور محتمل وأن يكون في حالة تاهب قصوى وقال إن قائد القيادة الشمالية عرض عليه الخيارات المتاحة والخطط للرد على حزب الله في لبنان إلى ذلك يكثر الحديث عن القرار الذي ستتخذ إسرائيل في ردها على هجوم الجلان صحيفة يدعوت أحرانوت وقفت على بعض الخيارات أمام الجيش الإسرائيلي حول التوترات مع لبنان وخيارات الرد تحدثت صحيفة يدعوت أحرانوت ونقلت وفق مسؤولين أن الرد على الإغلب سيكون محدودا نظرا لضغوطات عديدة يشهدها الطرفان وفي تفاصيل المقترحات تقول الصحيفة عن الخيار الأول هو هجوم محدود على بنية تحتية لكن في صورة بارزة وقصف هدف مهم للدولة اللبنانية سيطلق إشارة إلى الحكومة في بيروت بأنه حان الوقت لأن تلجم حزب الله قبل أن يتحمل كل مواطني الدولة النتائج الخيار الثاني هو هجوم على مخازن سلاح استراتيجي لحزب الله حتى الآن هجم سلاح جو قرابة خمسة ألاف هدف في جنوب لبنان منذ أكتوبر بما في ذلك مخازن مسيرات وصواريخ مضادة للطائرات أما بالنسبة للخيار الثالث فهو استهداف مكان جدير ورمزي لم يتم اختياره بعد أي أنه لا معنى لهدف يتم اختياره إن لم يكن في العاصمة اللبنانية بيروت فحزب الله يحوز مناطق مدنية هامة في بيروت ويمكن للجيش الإسرائيلي أن ينفذ فيها هجوما دقيقا ومحدودا بأخيرا خيار تصفية مسؤولين كبار في حزب الله وفي هذا الشأن تقول يديعوت أحرانوت أنه من جهة كل تصفية كهذه تمس بحزب الله عملياتيا وتردع قادة آخرين وفي إطار رضو الأفعال الدولية حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من استدفع حزب الله في لبنان مؤكدة أنه إذا ضربت الأبيب أهدافا للحزب في بيروت ردا على هجوم الجولان فمن المرجح أن يخرج الوضع عن السيطرة يأتي ذلك فيما يتفق مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون على أن اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله من شأنه أن يسبب دمارا هائلا على الجانبين وقد يؤدي إلى حرب إقليمية ووسط مخاوف من هجوم إسرائيلي محتمل شركات طيران عديدة ألغت وعلقت رحلاتها من وإلى مطار بيروت حيث تسبب تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله في الغاء وتأخير بعض رحلات شركات طيران الشرق الأوسط اللبنانية كما علقت مجموعة لوفتانزا رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية حتى الثلاثين من شهر يوليو الجاري الخطوط الجوية التركية ألغت رحلتين ليلة أمس وفق ما أظهرت بيانات موقع فلايت رادار 24 هذا فضلا عن الغاء شركتين طيران إيجا اليونانية والخطوط الجوية الأثيوبية رحلاتهما التي كانت مقررة اليوم معنا من القدس مراسل الشرق قاسم الخطيبة أهلا بك معنا قاسم ومعنا أيضا من بيروت مراسلة الشرق أهلا بك معنا وأبدأ معك قاسم قاسم إسرائيل تريد إذا حزب الله لكنها لا تريد الإنجرار إلى حرب شاملة كيف تتمكن إسرائيل من الموازنة بين هاتين الرغبتين؟ ربما بعض النقاش الذي داره في الأيام الأخيرة يمكن أن يعطي تفسير أو أجوبة على هذا السؤال ما تحتاجه إسرائيل فعلا هو ليس التسبب بإذا حزب الله بقدر ما هي بحاجة إلى عملية تعطي الانتباع في الداخل الإسرائيلي أن إسرائيل قد قامت بالرد على ما حدث في مجد الشمس بمعنى أن هناك حاجة لعملية تتعاطى مع رغبة الشرع الإسرائيلي برؤية رد إسرائيلي قوي ردا على هذه العملية وبالتالي قد يؤثر هذا على الموضوع على ماذا نتحدث بالضبط؟ خلال الأيام الماضية كان هناك نقاش حول ما قامت به إسرائيل في الحديد في اليمن مشاهد النيران تشتعل في مخازن الوقود كان فيها نوع من الرد الإسرائيلي على عملية إطلاق المصيرة اليمنية إلى تل أبيب وفي نفس الوقت هذه المشاهد والتي استمرت لأيام أعطت الانتباع في الداخل الإسرائيلي أن هذه العملية كانت موازية وموازنة لعملية استهداف تل أبيب وبالتالي جزء من هذا الموضوع يكمن ربما في هذه النقطة للتوضيح بناء على ما نشره في الصحافة الإسرائيلية قبل كليل فإن الجيش الإسرائيلي خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية مساء أمس لم يعرض الخيارات التي عرضها على وزير الدفاع وعلى الرئيس الحكومة نيتانياو في هذا الاجتماع خشية أن يكون بعض الوزراء بتسريبها وبالتالي أعضاء الوزراء من أعضاء المجلس الوزاري المصغر لا يختلفون كثيرا عن باقي الإسرائيليين بمفهوم أنهم لا يعرفون بالضبط ما ستقوم إسرائيل أو ما خطط الجيش الإسرائيلي لاستهدافه ربما خلال الساعات القادمة حتى هذه الساعة لا تزالت اتصالات اللبنانية مستمرة مع الأطراف الفاعلة إلى أي مدى كانت الاتصالات اللبنانية مثمرة في محاولة احتواء الرد الإسرائيلي حتى اللحظة لا يمكن الحديث عن نتائج لهذه الاتصالات الجميع في لبنان بات يسلم بأن هناك ضربة إسرائيلية ستحصل لكن طبعا السؤال هو أين ستكون هذه الضربة وكيف ومدى حجم هذه الضربة وبالتالي كيف ستكون ردة تحفاع الحزب الله بالأمس بالاتصالات مع الكثير من المعنيين والمطلعين على هذه المفاوضات التي تحصل كان الكلام أن كل الاتصالات تتركز على أمرين الأول إقناع إسرائيل بأن لا تقوم بهجمة كبيرة تؤدي إلى إشعال حرب والأمر الثاني هو الحديث مع حزب الله كي لا يرد بشكل كبير أيضا على هذا الاستهداف الإسرائيلي ليس هناك معطيات حتى اللحظة عن هذه النتائج الشارع اللبناني يترقب بشكل كبير طبعا في كل ساعة من المتوقع أن تحصل هذه الضربة ليس هناك معلومات محددة وكما ذكرت ماذا ستستهدف طبعا في حال استهداف مثلا الضاحية الجنوبية لبيروت وهي معقل حزب الله فذلك يعني مثلا أن حرب ستبدأ في المنطقة وليس فقط بين لبنان وإسرائيل على اعتبار أن حزب الله بهذا الأمر هو جاد جدا في الرد على هكذا ضربات إذا كانت ستستهدف الجنوب مثلا أو توسع رقعة الاستهدافات في الجنوب فالسؤال هنا هل سيقبل حزب الله بهذا الأمر كلها أسئلة لا أجوبة عليها بانتظار الساعات المقبلة وكيف سيتطور المشهد بين لبنان وإسرائيل طيب قاسم هناك حديث أن إسرائيل أعطت تعليمات وقائية لسكان شمال إسرائيل حتى قبل هجوم مجد الشمس وكانه استعداد لمرحلة قادمة مع حزب الله بعد الانتهاء من غزة هناك عدد من السكان الإسرائيليين في هذه المستوطنات القريبة من الحدود الذي قرر العودة بعد أشهر طويلة من النزوح داخل إسرائيل وبالتالي هناك حاجة ربما لإعطاء تعليمات جديدة لهم بالإضافة إلى أن استمرار الحرب لفترة طويلة وعدم الوصول إلى صفقة تبادل مع حركة حماس يمكن أن تؤدي بشكل مباشر لوقف القتال على الجبهة مع لبنان أعطى الانتباع منذ فترة وليس فقط منذ عملية مجد الشمس بأن طبيعة العمليات العسكرية قد تتغير الاستهدافات قد تتغير وبالتالي هناك حاجة لإعطاء وزن أكبر للمدنيين الذين ما زالوا موجودين في تلك المناطق وهذه هي التعليمات عمليا التي أعطاها الجيش الإسرائيلي لكل من بقية في تلك المنطقة منذ بداية الحرب وقام بتجديدها بشكل دوري منذ تلك الفترة حتى اليوم نعم مهى عدة شركات طيران علقت رحلاتها من وإلى لبنان إضافة إلى دول عدة طلبت من رعاياها مغادرة البلاد فورا سؤال ما مدى حالة الارتباك التي انعكست الآن على الحياة العامة اللبنانية طبعا يعني هذا الطلب أو تعليق الرحلات يزيد المشهد اللبناني تعقيدا وإرباكا وخوفا لدى اللبنانيين اللافت أن بعض الشركات مثلا علقت رحلاتها ليومين فقط وهو الليلة حتى يعني يوم غد بعض الشركات علقت هذه الرحلات حتى الخامس من آب طبعا شركة طيران الشرق الأوسط وهي الشركة اللبنانية قالت في بيان بالأمس أنها أيضا غيرت مواعيد وصول رحلات وذلك لأسباب تقنية تتعلق بالمخاطر التأمينية على الطائرات نعلم أنه في هكذا أحوال حالات فيها حرب وحالة المخاوف ترتفع كثيرا على حركة الطيران فالتأمين يصبح مرتفعا جدا لذلك تفضل الكثير من الشركات عدم الوصول إلى لبنان هذا مشهد يضاف أيضا مثلا إذا ذكرنا مثلا أن هناك الكثير من وسائل الأعلام الأجنبية تصل إلى لبنان بشكل لافت وسائل الأعلام العربية تكثف وجودها كل هذا المشهد يدل على أن أمر سيحصل في ساعات المقبلة وذلك يعني بانتظار كيف سيكون هذا المشهد نعم شكرا لك من بيروت مراسلة الشرق مع حتيت والشكر أيضا لمراسل الشرق من القدس قاسم الخطيب